السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتي الحبيبات طالبات الصافة السادس أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مفدعات قادرات على بناء مجتمع نواع متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه مستخدما للتكنولوجيا الحديثة القيمة الشهرية هي الابتكار بيننا القيمة الإسبوعية الإثار درسنا اليوم هو الدرس التاسع من الوحدة الخامسة بعنوان استعمال الأنماط لكتابة وحل المعادلات الجزء الثاني أهداف الدرس أولا تحليل العلاقات بين المتغيرات باستعمال الجداول ثانيا كتابة معادلات لتمثيل العلاقات بين المتغيرات تهيئة درسنا اليوم ما المعادلة التي تعبر عن القاعدة التالية للنمط؟ ضعف عمر سالم X مضاف له 5 يساوي عمر أحمد W كلنا عارفين أن ضعفه هي تعني ملتبلاي 2 ضعف عمر سالم X إذن 2 X مضافا له 5 إذن بجمع عليه 5 يساوي عمر أحمد W أي من الخيارات الأتالية توضح المعادلة التي تعبر عن القاعدة وهي 2 X وفيها مضاف 5 بيساوي عمر أحمد W أحسنتي نجد أنه الاختيار B W هو عمر أحمد بيساوي 2 X بلاس 5 نسال رقم 2 استدان أحمد من والدته مبلغا 75 ريال بدأ يسادي المبلغ لولدته في سورة دفعات أسبوعية ما المبلغ الذي سيبقى على أحمد تسديده بعد 12 أسبوعا؟ نجد أجدمنا الصورة بتبضح أو تبين الدفعات التي سجلها أحمد وهي 5 ريال أولا بننشئ جدولا وأبحث بننشئ جدولا وأبحث عن نمط يربط المتغيرات نشوف هنحل الجدول إزاي الجدول بتكون من الأسبوع ورمزه بالرمء بالمتغير W بعد ذلك النمط وأخيرا مقدار الدين هرمزه بالمتغير A أول حاجة هنرمز أو هنكتب في أول قيمة عند الأسبوع 0 ليه هنا قتبنا القيمة 0؟ القيمة 0 هنا بتعبر عن الأسبوع الذي استدان فيه المبلغ من والدته قبل أن يبدأ بتزديده في صورة دفعات هنكتب النمط هو 75 وهو المقدار المبلغ الـ 5 هنا لأنه بيسدد على دفعات بقيمة 5 ريال الـ 5 هنضربها في 0 الـ 0 هنا وهو عقز الأسبوع طبعا 0 75 minus 5 minus 0 equal 5 sorry 5 multiply 0 equal 0 يعني 75 minus 0 equal 75 بدون أي لستة تغيير طيب عندما يكون في الأسبوع الأول هنكتب النمط 75 minus 5 multiply 1 5 multiply 1 equal 5 يعني معنى ذلك 75 minus 5 equal أحسنتي 70 نلاحظ أن مقدار الدين بتناقص طيب في الأسبوع الثاني 75 minus 5 multiply 2 5 multiply 2 equal 10 75 minus 10 equal أحسنتي 65 أيضا مقدار الدين شايفينه بتناقص في الأسبوع الثالث 75 minus 5 multiply 3 هو عدل الأسبوع أو الأسبوع الثالث 5 multiply 3 equal 15 75 minus 15 equal أحسنتم 60 في الأسبوع الرابع بنكتب له النمط 75 minus 5 multiply 4 وهو المقصود بال4 هنا الأسبوع الرابع 5 multiply 4 equal 20 إذن 75 minus 20 equal 55 بنلاحظ أن في الأسبوع الذي استدان فيه كان مقدار الدين 75 لإيجاد النمط أبدأ بالمبلغ المستدان ثم بعد ذلك بتناقص المبلغ المستدان زي ما إحنا شايفين بتناقص بمقدار 5 أحسنتي كل أسبوع بعد ذلك هنكتب معادلة لوصف العلاقة أي الربز أي هنا أو المتغير أي هو الباقي طبعاً طبعاً إلا الإي هي الباقي من المبلغ المستدان إذن إي هو الباقي من المبلغ المستدان ايه بتساوي سيفنتي فايف ريال السيفنتي فايف هو المبلغ المستدان سيفنتي فايف مينس فايف دابليو. فايف دابليو هو طبعا الدابليو هو عدد الاسابيع اللي احنا كنا بنضربها في الجدول. هنا فايف دابليو هو المبلغ المدفوع بعد دابليو اسابيع. بنجي مع بعض. بنحل. بنوجد او بعد ذلك المبلغ الذي سيبقى على احمد تزديده بعد ايه اللي في السؤال بعد 12 اسبوعا. بنكتب المعادلة ايه بتساوي سيفنتي فايف مينس فايف مضروبة في عدد الاسابيع. ايه بتساوي سيفنتي فايف مينس الفايف مضروبة في تولف. ازان ايه بتساوي سيفنتي فايف مينس تولف اكوال احسنتي سكستي. ازان ايه بتساوي سيفنتي فايف مينس تكستي اكوال ففتين. ازان بعد 12 اسبوعا سيبقى على احمد تزديد مبلغ مقداره نجي بعد ذلك حاول ان تحل صفحة واحد وستون. ازا استمر احمد بدفع فايف ريال اسبوعيا الى كم اسبوع سيحتاج بعد الاسبوع الثاني عشر ليسدد كامل المبلغ الذي استدانه. اولا الايجاد كم سدد احمد بعد 12 اسبوعا سنعود في المعدلة. هي كانت ايه بتساوي سيفنتي فايف مينس فايف مضروبة في الدبليو. ايه بتساوي سيفنتي فايف مينس. هنعود مكان الدبليو بتولف اسبوعا. ازا ايه بتساوي سيفنتي فايف مينس. ايه بتساوي خمسة وسبعون مينس ستون ايه ايه ان المبلغ المتبقي على احمد هو خمسة عشر ريال كطري. ازا بقي على تسديد ففتين ريال. بقي على تسديد ففتين ريال يحتاج لثلاسة اسابيع. لان احنا عارفين انه بيسدد خمسة ريال اسبوعيا. ازا يحتاج الى ثلاثة اسابيع اضافية لتسديد كامل المبلغ الذي استدانه. نقرأ مع بعض ملخص المفهوم بجي سكستي تو. يمكنك استعمال النمط الوارد في الجدول لكتابة معادلة تربط بين المتغيرين المستقل كل الوارد التابعة. عندي هنا الجدول اي وم. عندما اي تساوي واحد اي بتساوي 3. عندما I بتساوي 4 M بتساوي 12. عندما قيمة I بتساوي 7 M بتساوي 21. عندما يكون قيمة I 8 M بتساوي 24. عندما يكون قيمة I 9 M بتساوي 27. نلاحظ ان المتغير التابع M بيساوي 3 امثال او 3 اضعاف المتغير المستقل I. وممكن بكتبها في صورة معادلة M بتساوي 3 I. امثل التدرب وحل المسائل في التمرين 8 و9 اكتب قعدة ومعادلة تمثل النمط في كل جدول. مثال 8. نجد ان الجدول عبارة عن قيم X وقيم Y. نلاحظ ان عندما يكون قيمة X 1 Y 33. قيمة X عندما تكون 2 قيمة Y 34 عندما X 3 Y 35. X عندما تكون 4 Y 36 عندما تكون X 5 عندي قيمة Y 37. 7. اذا نلاحظ ان قيمة Y بتساوي قيمة X زائد 32. طيب ممكن اعبر عن النمط بمعادلة زي. هقول Y بتساوي X plus 32. بمعنى ان الواحد زائد 32 بتديني 33. او ممكن بكتب المعادلة في صيغة اخرى. هقول لإيجاد قيمة X بتساوي Y minus 32. بعكس المعادلة لو انا عايزة اوضع قيمة X بقول 33 minus 32 equal 1. 34 minus 32 34 minus 32 تديني 2. ممكن اكتب المعادلة بالصورة ديت او بالصورة غير. مثال 9. عندي بالجدول قيم M وقيم N. عندما تكون قيمة M بزيرو. قيمة N ايضا زيرو. عندما تكون قيمة M بوان. عندي N سري. M عندما تكون تو. قيمة N سكس. عندما تكون قيمة M بسري. قيمة N بناين. وعندما تكون قيمة M بفور. عندي قيمة N تولف. نلاحظ هنا ان قيمة N بتساوي احسنتي ثلاثة امثال او ثلاثة اضعاف قيمة M. هكتب المعادلة اقول N بتساوي ثلاثة M. يعني ثلاثة مضروبة في M. او بصيغة اخرى. هقول للحصول على قيمة M بتساوي. ال N هقسم على ثلاثة. بمعنى ثلاثة ديفايد ثلاثة اكوال ون. او لما اضرب الون ملتبلاي ثلاثة اكوال ثلاثة. ممكن استخدم المعادلة دي او التمرين تن و الافين اكتب قعدة. ومعادلة تمثل النمط في كل جدول ثم اكمل الجدول. المثال امثلة صفحة ثلاثة وستون. مثال تن. عندي قيم جي وعندي قيم كي. عندما كي. قيمة كي. عندما جي بتساوي اثنان وثلاثون بتساوي سفنتين. قيمة كي. عندما جي بتساوي سفنتين. قيمة كي. عندما جي بتساوي فورتي سبن. وايضا قيمة كي عندي مجهولة عندما جي بتساوي ففتي تو. نلاحظ هنا ان قيمة كي بتساوي قيمة جي ناقص ففتين. طيب عرفت منين ان هي ناقص ففتين? هنشوف الفرق ما بين السيرتي تو والسبنتين. الفرق ما بين سيرتي تو وسبنتين هو ففتين. وايضا سيرتي سبن. الفرق بينها وبين التوينتي تو هو ايضا ففتين. اذا كيمة كي بتساوي كيمة جي ماقص ففتين. هنكتب المعادلة ازاي? هقول كي بتساوي جي ماينس ففتين. او ممكن اكتبها بصورة اخرى. هقول جي ماينس ففتين بتساوي كي. هنعوض عن قيمة جي في المعادلة. هقول فورتي سيفن ماينس ففتين اكوال احسنتي سيرتي تو. ازا بنكتب في القدول سيرتي تو. وايضا هنعوض بجي او بقيمة جي بففتي تو هقول ففتي تو مينس ففتين اكوال احسنتي سيرتي سيفن. ازا بكتب سيرتي سيفن وهي قيمة كي عندما جي بتساوي اثنان وخمسون. مسال ال dripping. عندي في القدول قيم اكس وقيم واي. عندا قيمة بتساوي زيرو اكس ايضا بتساوي زيرو. وعند قيمة y وان عندما اكس بتساوي ناين. عندي قيمة واي بتساوي طوو عند اكس بتساوي ايتين. عندي قيمة واي مجبولة عند اكس بتساوي توينتي سيفن. وايضا وي عندي قيمتها مقبولة عندها x بتساوي 36. نلاحظ هنا ان قيمة x بتساوي احسنتي 9 امثال y. بمعنى ان قيمة x بتساوي 9 امثال y. بمعنى اللي ملتبلاي 9 اقوال 9. 2 ملتبلاي 9 اقوال 18. للحصول على قيمة y عندما x بتساوي 27. هنكتب المعادلة لإيجاد قيمة y. بقول بتساوي x divide 9. هنعرض هنا عن x ب27. اذا 27 تقسيم 9 اقوال. احسنتي 3. اذا عندما x بتساوي 27 تكون y 3. ايضا هنعود في المعادلة. 36 divide 9 اقوال. احسنتم. 4. اذا بضع قيمة y بتساوي 4 عندما x بتساوي 36. امثال تدرب على الاختبار صفحة 64 سؤال 21. يعرض الججول البناء التكلفة الكلية c لعدد تذاكر السينما المشترى t اكتب معادلة يمكن استعمالها لإيجاد التكلفة c لخمس تذاكر استعمل المعادلة واكمل الججول لإيجاد تكلفة التذاكر الخمس. نجد ان تكلفة ثلاثة تذاكر هي 26 و25 جزء من مئة ريال. وتكلفة خمس تذاكر عندنا بنريد إيجادها. وتكلفة سبعة تذاكر هي واحد وستون وخمسة وعشرون جزء من مئة ريال. وتكلفة تسعة تذاكر هي ثمانية وسبعون وخمسة وسبعون جزء من مئة ريال. طيب دلوقتي عايزة اكتب المعادلة نشوف اولا العلاقة ما بين السري وعدد التذاكر سري والتكلفة كانت ستة وعشرون وخمسة وعشرون جزءا من مئة ريال. ازا معنى ذلك ان السري اتضربت في عدد للحصول على التكلفة وهي سي. هنعمل ايه للحصول على التكلفة او حصول على العدد الذي ازا ضرب في سري اداني ستة وعشرون وخمسة وعشرون جزءا من مئة. احسنتي. هنقسم. ستة وعشرون وخمسة وعشرون جزءا من مئة تقسيم سري. ستة وعشرون تقسيم سري اقرب حاجة. احسنتي. ايت. ايت ملتبلاي سري اكوال تونتي فور. سيكس ماينس فور اكوال تو. طبعا قابلني البوينت وطلعه في الناتج ونزل الرقم العلي الدور وهو تو. تونتي تو ماين تونتي تو ديفايد سري اقرب حاجة. احسنتي. سبن. سبن ملتبلاي سري اكوال تونتي ون. تو ماينس ون اكوال ون. بننزل الفايف. ففتين ديفايد سري اكوال فايف. فايف ملتبلاي سري اكوال ففتين. ازا السري بتدرب في سمانية وخمسة وسبعون جزء من مئة ريال للحصول على التكلفة وهي كانت ستة وعشرون وخمسة وعشرون جزءا من مئة. ازا المعادلة هي سي بتساوي سمانية وخمسة وسبعون جزء من مئة ريال تي. ازا سي بتساوي هندرب الخمسة تذاكر في سمانية وخمسة وسبعون جزءا من مئة. بتساوي احسنتي. ثلاثة واربعون وخمسة وسبعون جزءا من مئة ريال. ونكتب القيمة. ازا عندما تكون عدد التزاكر خمسة قيمتها او تكلفتها ثلاثة واربعون وخمسة وسبعون جزءا من مئة ريال. وبكده يكون انتهينا من شرح الجزء الثاني من الدرس. اتمنى انتم تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله.